طب ما قول حاجة مذكور في سورة البكرة سورة البكرة في نزلت في العام الثاني من الهجرة آه يبنوا ان سورة البكرة ما نزلتش كاملة نزل منها أجزاء وفدل ينزل منها أجزاء 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 على مدى إيه عشر سنوات حتى كاملت درجة ان آخر آية نزلت من القرآن وحيا وانقطع الوحي بعدها هي الآية التي قبل آية الدين في سورة البكرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كله نفسي بما كسبت وهم لأيهم علشان ما يجيش في بالك يقولي إزاي هم يجوم سنة خمس وانت بتقولي ان الحج لم يفرد في حين انه فورد في سورة البكرة سورة البكرة نزلت في إيه في العام الثاني نقولك انها نزلت على مراحل على أجزاء على مدى عشر سنوات حتى واضح وبالتالي الراجح ان الحج لم يفرد بعد لأن من شروط الحج على فكرة أن يكون الإنسان مستطيع ومن شروط الاستطاع أمن الطريق وطالما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن الطريق لأن كان لسه فيه مناوشات بينه بين قريش وحروب وغيره فإيه وبالتالي كان إيه كان يتصور فعلا الحج لم يفرد بعد فورد الحج بقى إيه لما قمنا الطريق وفتحت مكة يبقى سعيتها بقى يفرد الحج لأن قمنا الطريق ونتهينا ومكة كمان بعد الفتح ما بقاش فيه أصنام حوالين الكعبة ده الكعبة فضلت لحد فتح مكة فيها 360 صنم حوالين الكعبة حاجة غريبة يعني وشوف أصبر النبي صلى الله عليه وسلم يقعد 13 سنة يصلي إلى الكعبة وفيها الأصنام يبقى إيه الإنسان إيه عليه أنه لا يستنب بالواقع يحطمه ولكن إيه يعدل الواقع بالهوينة شوية شوية لما حطم الأصنام الأول في قلوبهم حطمها في الواقع واضح إنما لو حطمه هو في الواقع ولسه في قلوبهم تعظيم الأصنام هيجبه برد للصنام صنمين ويبقى حتيبقى الحكاية مش هي المسألة فلازم تتعلم حكمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في تربية الناس وكيف أنه أدار الواقع من واقع كله شرك وجاهلية إلى واقع كله إيمان وإحسان وعلم ونور على مدى 23 سنة تدريجية